ما زال الفشل المصاحب للعملية السياسية ينزل بالعراق إلى مستويات كارثية فالصراع السياسي والفساد المستشري وسؤال إدارة أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه في ظل تحذيرات متواصلة من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث تؤكد أن العراق يواجه مصيرا مجهولا مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية أكد في تقرير له أن العراق أصبح بلدا مفلسا تقريبا وهو يواجه أزمة اقتصادية هائلة بوجود واحدة من أكثر الحكومات فسادا في العالم وهو بالكاد قادر على تمويل أهم وظائفه الأساسية ورواتب قطاعه الحكومي التقرير يؤكد أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الصادرات النفطية بما يقرب من 85% في وقت تدور الشبهات وصفقات الفساد على ما ينفق من أموال على احتياجات العراق وحمل تقرير الولايات المتحدة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع كونها غزة العراق دون خطة لاستقراره وهما تسبب بفتح البلاد على مصراعها أمام إيران التي ما زاد الحكومة تستولد منها الغاز بمليارات الدولارات لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية السيئة أصلا رغم امتلاك العراق لثاني أكبر احتياطي نفطي واحتياطي كبير من الغاز يأتي ذلك في وقت ما زال الخلاف متواصلا حول موازنة 2019 فقد انتقدت عضو لجنة التخطيط البرلمانية ماجدة تيميمي التعديلات الأخيرة للحكومة على مشروع قانون الموازنة محذرة من مخاطر خلل كبير في إدارة المال العام التيميمي قالت إن تفاصيل الموازنة شهدت ارتفاعا كبيرا في إجمالي الإنفاق بزيادة مقدارها 900 مليار دينار فيما قلصت أقصاد الدين ما يعني تأخير إنهاء الالتزامات فضلا عن تخفيض قيمة المشاريع الاستثمارية مشيرة إلى أن الموازنة زادت من الاعتماد على الديون وهي بذلك تسير باتجاه خاطئ وبينما يصف الكثير من النواب الموازنة بأنها انفجارية يتذرع الأمين العام لمجلس الوزراء مهد العلاق بحالة الفشل بالقول إن أي موازنة في العالم لا تستطيع أن تغطي نفقات مستوى الدمار الذي خلفته الحرب على تنظيم الدولة تصريح نكشف مدى الفساد السياسي الذي ابتلي به العراق فأهلك الحرث والنسل ليصل بالبلاد إلى حافة الإفلاس إفلاس سيدفع ثمنه في المحاصلة الأخيرة المواطن البسيط